هيدلاينز جريدة المغرب تكتفي عددها السادر لليوم قرار محكمة العدل الدولية هدم سردية الاحتلال بعد سياسة الإبادة والتجويع الفلسطينيين حملت تحريض إسرائيلية على تصفية الأنروا ما هي نعكاسات قرار محكمة العدل الدولية على سيناريوهات الحرب ونحكي وزيد قمة إيطاليا إفريقيا الهجرة غير النظامية ملف حارق بين البرلمان وهيئة الانتخابات وأمام حالة الشغور في المجلس النتقى رسمي باسم هيئة الانتخابات يقول المغرب لم يتفطن المجلس عند أعداده لنظامه الداخلي إلى الفصل عدد 3 من المرسوم عدد 8 اللي اعتبر أن حالة الفراغ حالة من حالات الشغور تجلسي بدو على أهم دواتون ربنيرو جوار لوكال دوسي اكيب ناشيونال على مرحبتك بالسطنة على مرحبتك بالسطنة نقرأ أيضا بالسطنة الجنوسي والميпрير الإسرائل على الأمام على الأمام نتفضي على الانتخابات بالسطنة justice رمضة يتسل أيضا سوال يوم السباح أو يتسل الهيطان نقرأ أيضا الانتخابات جريدة الشروق تكتب اللواء حسن أحمد حسن يقول للشروق جنوب إفريقيا كسرت الهيبة الأمريكية أسبوع سيخن في شرق الأوسط حرب إقليمية مقتل ثلاث جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين من أين يأتي اليمنيون بكل هذه الجرأة في إصفاق الساءفارقة منزعوا أو منزعوا والطفولة في تونس La presse اليوم السباح قيسايد entame un voyage de deux jours en Italie pour le sommet Italie Afrique شركة واليمباد sécurité une stratégie anti-terrorist pour venir à bout des cellules dormantes نقرأ أيضا la chronique judiciaire Ahmedروisi le cerveau des groupes terroristes second tour des élections locales rôle des futurs conseillers locaux des questions restent en suspens deuxième tour élection locale les candidats déroulent leur programme dans leurs régions respectives nouvelles technologies ce que promet l'IA générative à l'entreprise نقرأ أيضا l'éditorial عنونا droit et devoir des tunisiens résidant à l'étranger يكتب نوردين حليوي actualité internationale Gaza les combats font rage à can younes au moins 24 au moins 24 personnes ont été tuées dans la journée d'hier transport public un nouveau départ نقرأ أيضا l'équipe nationale un nouveau staff intérimaire la fuite en avant يكتب رفيق لرغم culture et six cartages à la nouvelle galerie Selma Feriani les constellations spéculatives de Nidal شامر l'avenir du football tunisien ce besoin de changer qui nous prend à la gorge هذه كانت هالماعنا صدra في صحفنا التنسية بشي وفاص much ونجلي نمى بعد شوية مع برقي من فلاش وي best practice